لو قادر انك تسمع تفكير الناس اللي حواليك تفتكر دي ميزة واللعيب القدرة دي بقت عند البطلة فجأة فيلا بينا نشوف ازاي يضغير حياتها وعلاقاتها بالناس لكن قبل من نبدأ تأكد نك عامل لايك الفيديو تسابق في القناة لو انت لسه مش مشترك وكمان فعل جراز الاشارات عشان يصالك كل جديد ويلا بينا نبتدي بدن بنت فسنوي تبقى من فانز جيهون ولد كده اكبر منها وبيعملو كايدول في المدرسة من كتر جماله دايما لما بيفتح لايف في حسابه عن الاستجرام بتفتحه بسرعة هي وصاحبتها وفي مرة كتبت له تعليق كده في لايف منهم وهو بياكل انها جعانة فتفجت بيه جايب لها سندويتش فبقت خلاص بيحبني بينا جدا صاحبها قاعد يفهمها ان ده عادي وبيعملها كده علشان هي من معجباته مش اكتر وصاحبتها قلت لها ان ما ينفعش تعترف بمشاعرها لانه ممكن يجرحها ببساطة بس هي مهتمتش بكل ده وحبت تقرب له اكتر فعملت عصير وراحت تديهوله خده منها وشكرها بس فجأة سمعت انه بيقول عليها في سره انها مزعجة فبقيت مش فاهمة اللي سمعته ده وازاي فافتكرت صاحبها وهو بيقولها ان سندويتشات المطعم ده لما بتشاركها مع حد بتسمع افكاره بينا على صبوي رحت على صاحبها تسأله تتأكد لقيته بيقولها افكار ايه انت عبيدة يا بنتي انا كنت بهزر مش اكتر بس الفكرة انها فضلت تسمع برضو واستغلت القدرة دي انها هتقرب اتنين زمايلها من بعض فبقيت فرحانة بيها قوي بس لما رحت تكلم جيهون تاني لقيته بيهزقها برضو وبقى متضايق منها قوي انها بتلزق له فبقيت مش طايقه من وقتها ولا طايقة قدرتها دي علشان قدرت بيها تسمع تفكير باقي زمايلها عنها واللي طبعا جرحها جدا والغريب بانها بدأت تسمع تفكيرها ان صاحبها نفسه بس ده بقى كان بيمدح جمالها وكل ما يشوفها هيقول ان شكلها حلو قوي فبقى ده موضطرها منه ومخليها كده عايزة تتجنبه دايما وبقيت علشان تهرب منه تروح تذكر في بيت صاحبتها جين اللي لقيتها بتتكلم عليها برضو ان لا يمكن جيهون يعبرها لانه مرتبط بيها اصلا فبقيت مستغربها قوي ازاي ما بحكلهاش وافتكرت صدقته مرقوية اللي بدأت من اول يوم ليوم هم الاتنين في المدرسة ودايما بقت معيها وبقت معجبة كمان بجيهون زيها بالزبط وبقوا يتابعوه سوا وفرحانين لحد ما بدأت بدن تغيب من المدرسة وحست وقتها جين ازاي يا وحيدة من غيرها ووضعها ده طبعا معجبهاش فبدأت تتعرف على ناس تانية والناس التانية دول كانوا جيهون نفسه ومن ساعتها هم مرتبطين وفكرة انه بيحبها قوي ما تعرفش انه لما لاحظ في اللايف بتاعه ان بدلا ما دخلتهوش بعت لها رسالة تقابله وهي راحت تهزأه وتقوله مايلعبش بمشاعر صاحبتها يا يسيبها احسن لانها الصراحة خسارة فيه فقالها طب ايه رأيك يسيبها وارتبط بك انتي يلا هاتي رقمك وفدلي دايقها لحد ما شفيتهم جن بنفسها وبدل ما تزعق له وزعقت له صاحبتها وقالت لها ان مش من حقها تقابله وتقوله يسيبها من غير ما تسألها وتاخد رأيها في علاقتها اللي في الحقيقة بقى هي مرتاحة جدا فيها وطبعا من بعدها وهم متخصمين وبقت هي وحيدة في المدرسة فبقى على طول كل ما يشوف هان كده قاعدل وحدها يجيلها ويرزل عليها يشغلها وخلاص حتى قال لجين تي يتزاكر معايهم على اساس يعني بيصالحهم وكده فداقت بدل منه قوي لانها سمعت جين وهي بتقول انها مش مرتاحة فرحت مهزقة هو انه يعني بيحاول يجمعهم اصلا وقالت له يبعد عنها احسن فابنين المهزق لزيلها ورح لها بيتها يذكر معاها كمان متحجج ان اخته هتدايقه في البيت فقال يعني جاي عندها يركز فلما شفيته كده شكرته جامد قوي انه مش سيبها لوحدها طول اليوم وبيحاول يفرحها على قد ما يقدر ففرح قوي انها لحظت اصلا وحاول معاها من تاني تقابل جين بس هي ما وفقتش فقال لها بصي من الاخر كده انت مش عايزة تكلميها علشان شايفة نفسك مش غلطانة ومكسوفة ان انت اللي تبدأي مش اكتر وفي الحقيقة ده كان نفس احساس جين نفسها لانها بعد مركزت مع جيهوندا شوية لقيته عاييه الملزق يبقى معاها ويكلم بنات تانية ويتفق على خروجات كمان ومش عامل لها لازمة خالص فتأكدت ان كلام صحبتها صح وراحت مكلمها يتقابله فلما سألها لبي هتقابل مين قالت له انت مالك ما تكلميش تاني اصلا انا ارتبطت بيك مش عشان انت كويس انا ارتبطت بيك لاني كنت من معجباتك وشايفك ملاك في عيني بس لما عملتك في الحقيقة طلعت تافه ورزل وراحت سايبها ومشي على صحبتها وعلى طول هم الاتنين ما صدقوا اتأسفوا لبعض واتصالحوا ومن ساعتها والقدرة بتاعتها اختفت ورجع هم التلاتة يعودوا سوا وراحزت جين انه معجب بصحبتها قوي فراحت مشي وسايبهم لوحدهم فقالتلو بدن بص شوفها كل الكتب ازاي ديتين وكانت مقتولة على الكتاب نايمة صحاها واخدها يوصلها فقعدت تحكيلو على القدرة اللي كانت عندها ما صدقهاش طبعا فقالتلو طب بص هزبتلك وقعدت تقولو الحاجات اللي كانت سمعتها منهم انه معجب بيها فقال لها يعني انت كل دا عارفة ومتأسرتيش في الاول قالتلو لا بصراحة فزعي القوي وحاول يعدي الموضوع بس بعدين قررت ما تخبيش مشاعرها وتفهمها وتقولو ان هي كمان معجبة بي وحتى من قبل ما تعرف اعجبوا بيها قلولي بقى انتو كمان تحبوا يكونوا عندكم القدرة دي ولا لا كده الفيديو يكون خلص ما تنسوش تابعوني على انستجرام على نجار 22 وكمان تابعوا قناتي التانية على نجار فيلوغز لو مهتمين وباي اشوفوا في فيديو بكرة